السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدي قناة صبيب وتحية طيبة لجميع المشاهدين اليوم بإذن الله سوف نتعرف على مجموعة من الاختصارات بخصوص لتوش هذه الاختصارات التي تجعلنا أسرع في السيزي أو الخدمة في الإكسل لذلك سوف نبدأ بعمل ما في الدرس إن شاء الله سوف نبدأ بعمل الاختصار الأول لنفتاريض هنا لدينا هذا الموين أو نقوم بعمل هذا الموين وغايت منтьم بالنسبة لقية للاسام المثلس المكMe layer تقوم بأعمل طيبة تقوم بإلنا shopping هذا الاختصار الأول. نحن نضغط الاختصار الثاني. الاختصار الثاني بإضافة. سأقوم بإضافة هنا. كونترول. يجب أن نضغط الانسرسية. كلما نضغط الانسرسية. سأقوم بإضافة. لا. لا نعمل. يجب أن ننسى على الطريقة. نضغط الانسرسية. نضغط على كونترول. نضغط على زائد زائد زائد. نضغط على كونترول. على ميحف التقشية. نضغط الانسرسية. نقص منهم نقص منه نقص منه هذا يحسن نقص عدد كولون الذي انا بريد نفسه الثاني نقص منه نقص منه نقص منه نقص منه لذلك انا مصر نحاول مفق نحاول سوف نقوم بـ Ctrl و 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 نقوم بـ Ctrl هذا هو اختصار آخر. سوف تعرفنا عنه اليوم. في حالة نقوم بإضافة نقوم بـ insertion 1 الـaling. نسقط بـ Ctrl و نقتن و ستبقى تضعي نفس الأوبراطيو وركك على F4 مثل F4 ليس تتحكم غير في الليل F4 تتحكم في آخر عملية تضعي مثل حيث أضعي الإنسرسيون وضعي أحداً لها كولون لو قلت اللي سأضعي على F4 لاحظوا معي أعطيتني كولون إذن كي نضعي هذا كولون الذي تضعنا سأضعي كونترول كونترول هذا كونترول لذلك لدينا اختصار آخر لزوين اليوم سأحاول أن نركز أخر على الاختصارات التي نضعه بـ Control مثل هنا سأضعي Control أنا أذهب إلى هذه الخلية سأضع Control سأضع Point-Virgul إذا لاحظوا سأضع على سلوة أخرى سأضع Control Point-Virgul إذا كنت أضعنا سأضعنا لذلك هذا Point-Virgul إذا كنت أضع على سلوة أخرى وإذا كنت أضعنا الوقت فعلا هذا تقريبا منتصف ليلة يعني 11 و 56 دقيقة سأضع على سلوة أخرى سأضع Control 2 Point-Virgul سأضع على سلوة أخرى في هذا الموقع في هذا الموقع سأضع على سلوة أخرى سأضع على سلوة أخرى F أعطتني أعطتني أضع شيء يعني السوسي سأضع على سلوة سأضع على سلوة أخرى وعندما تضع فكرة سأضع على مرتفعة كنت أضع على جديد والمرتفعة سأضع على حق إذا كنت أضع أخرى سأضع مثلا هنا عندي تقريب طويل يعني سأضع على حق الطابلو طويل نضع هذا الكلوم نضع كونترول ونضع السهم نضعه في المثال يجب أن يكون قاعدة سلوية العمرين نضع سيلكشيون ونضع السهم يجب أن يضع آخر خلية لعمرة في هذه الكلوم يعني إذا كانوا جميع الخلايا عمرين كانت عندي 500 لين سيذهب إلى الآخر لين التي لدينا في هذه الكلوم نتمنى أن المسألة تكون مهمة لقد لاحظتم هنا يجب أن نضع ونضع السهم سيذهب إلى السوسي ومن ذلك سيذهب إلى التفاقي لماذا توقفني هنا؟ لأن لدي هذه السلول خلية ولكن سأقوم بها مثل نرى إذا استقل ما سيذهب إلى أنه يعني سيذهب إلى الآخر في تفاقي سنذهب إلى كترول J سنختار هذه السلول سنضع كترول J سنضع كترول يعني كترول J يجب إلى كترول كترول J كترول C سنضع سنضع كترول كترول سنضع هل سنذهب إلى أنه سنضع 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 إذا سنضع 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 السلول سنضع ولكن إذا كان السلول في الكثير من المخاطئة ويوجد بشكل من هذا الطابلو أعني جد أبلو كبير يمكنك أن تقوم بإمكانك تقوم بإمكانك كل كلمة 1-300 طويلة حسناً، الآن، نعم نقوم بإمكانك بإمكانك نضعها على سبيل المثال نضعه في المثال سكالي هاي سكلي. سنسده هنا سكلي. لا تسمحوا لي. هنشده سكلي. هنديره لها كوبي هنا. هنديره لها كوبي هنا. هنديره لها كوبي هنا. وغادي نمشيوه. قلنا غادي نديره كونترول. اش. انا غنقول لي السقلي غا نبلاسيه ليه بناجس. دونك لاحظوا معي هنا. اوكي. هاي ناجات ناجات ناجس. يعني في المال قصص قلي غادي ارام بلاسيه ليه بناجس. دونك نتمنى هاد الاختصارات يكونوا فادكم ولو بالقليل. وان شاء الله غادي ندير فيديو اخر. ليه في مجموعة ديال الاختصارات. واخرى اللي غادي نخدمو غير بلا توش. كنتمنى نكون مطولش عليكم في هذا الشرح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.